بالنسبة لممارسة الرياضة أمر جاءت الشريعة بإباحته ولله الحمد والمنة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مارس مجموعة من الرياضات ولم يحترفها لكن مارسها و هذا دلالة على أن لها أصل ولله الحمد فقد صار عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم ركانه فصرعه في الأولى لأنه اشترط عليه الإسلام فقال هذه كبوة جواد ثم الثانية فصرعه صلى الله عليه وسلم مر على قوم ينتظرون يعني بالسهام فكان مع أحد الفريقين فوضع الفريق الآخر السهام قال ما لكم قالوا لا نرمي مع فريق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارموا وأنا معكم جميعا وكان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل والقصة مشهورة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون المؤمن قوي أيضا في بدنيه كما أنه قوي في إيمانه وعمر بن الخطاب لما رأى رجلا يمشي مشية المريض علاه بالدر وقال لا تمشي مشية المتماوت ولذلك بإجماع العلماء على مشروعية الرياضة و الرياضة نافعة للبدن ولذلك قد تتعطى العبادات الإنسان إذا ترك الرياضة إذا ترك الاعتناء بالصحة يمكن ما يستطيع يقوم الليل ما يستطيع يصوم النهار ما يستطيع يقرأ القرآن خاصة نحن في وقت الوقت الحالي لما توفرت وسائل الرفاهية و أصبح الناس يعني يميلون إلى الدعاء و الخمول و الكسل حقيقة قد يتأكد في حق كثير من الناس أن يمارسوا الرياضة لأن الآن فيه أمراض يعني ابتلي فيها الناس سببها الكسل سببها الكسل فبعدين من قال بأن الرياضة تتعارض مع العبادة أو فيها مضيعة للوقت الإنسان الذي يبني جسمه و ينوي بذلك الخير يؤجر و عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة و الرماية و ركوب الخيل و أيضا الإنسان و هو يمارس الرياضة يراجع حفظ القرآن يراجع حفظ الحديث ممكن يستمع إلى الدرس الآن الحمد لله مع هذه الأجهزة يضع السماعة في أذنه يستمع للقرآن يستمع للحديث يستمع إلى محاضرة يستمع إلى درس يراجع فما في داعي للمغالطات إذا كان الشخص هو بطبعه كسول و ما يحب الرياضة لا يشرعن هذه المسألة يقول لا الرياضة غير مشروعة و كذا لا يقول أنا كسول أنا عندي خمول أنا عندي كذا الرياضة بالإجماع أنها مشروعة و قد تتأكد في حق أشخاص و لذلك الشريعة تدعو المسلم أن يكون كما أنه قوي في إيمانه قوي في بدنه و صحته ترجمة نانسي قنقر